أحبائي دعني أكرر مرة أخرى أن المسيح فعلا مات على الصليب لتتميم النبوات وحتى تمم آخر كلمات قال أنا عطشان ثم صرخ نكس الرأس وأسلم الروح عادة الشخص يسلم الروح ثم ينكس الرأس لكن المسيح قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ولأنه كان في احتفال الفصح قبل دخول السبت طلب يوسف الرامي ونيقوديموس كانوا من مجمع السنهدريم إذن من بيلاطوس أن يأخذوا جسد المسيح ويدفنوا في قبر وطبعا كان لازم يسرعوا في هذا الأمر لسرعة الأمر كسروا ساقي اللصين عن اليمين واليسار حتى يسرعوا بموتهم لكن عندما جاءوا ليسوع المسيح وجدوا أنه فعلا قد مات والجندي طعنوا بحربة فخرج من جسده دم وماء وهذا كان دليل واضح أن المسيح فعلا مات ثم أنزلوا الجسد طبعا لتتميم النبوة أنه لم تكسر عظم من عظامه وأن كما يقول النبي زكري أنهم طعنوا طعنوا يسوع المسيح لفوا بالكتان مع الحنوط مزيج من مر وعود ووضع في قبر منحوت من الصخر قبر جديد طبعا مكان الصلب عادة الجنود الرومان إما بيرموا الجثث أو بتبقى أيام على الصلبان أو الدفن بيكون دفن جماعة بيرموا جثث طبعا المجرمين في نفس المنطقة لكن لتتميم نبوة الشعياء 53 أنه فعلا مع الغني عند موته استعار طبعا قبر يوسف الرامي ووضع في القبر وعندما وضع في القبر دحرجوا حجر كبير وهذا الحجر طبعا ضخم اللي أنتوا شايفينه هاي بس مجرد نسخة صغيرة أو نموذج صغير عن الحجر دحرجوا حجر كبير ووضعوا الختم الروماني وهذا تأكيد أحباء حتى أقرب المقربين للمسيح مع أنه أعلن أنه سيقوم من الأموات لكن جاءت النساء في يوم الأحد باكرا صباحا والفكرة حتى يكملوا عملية الأطياب حتى يحطوا على جسد وكفا يسوع المسيح وللمفاجأة الكبرى وهم يتساءلنا من يدحرج الحجر فوجدوا الحجر مدحرج إذ حدثت زلزلة عند المكان والملاك دحرج هذا الحجر وظهر طبعا للمريمات وهذا طبعا لتصديق لكلام النبوة أحبائي وأن فعلا المسيح حي أنه قام من الأموات القبر فارغ وهو حي وظهرت الملائكة للمريمات وظهر المسيح لمريم المجدلية وهكذا ابتدأت قصة قيامة يسوع المسيح اشتركوا في القناة